اشتركوا في القناة عندنا هنا لقطة نولاند شانس عندنا هنا تحديات وتحديات ثانية يقول لك هنا اكمل مهام نولاند شانس لزيادة السمعة مكافهات بطاقة المعركة عندنا اول شيء تحديات اللي فوق تعطينا اكس بي عادي لكن الناس اللي عندهم بطاقة المعركة هياخدوا ستايلات اضافية لبطاقة المعركة اذا انت عندك البيت الباس هتحصل على شاشة التحميل وعلى هذه وعلى ستايل اضافي شايفينه هذي اللي عندهم بطاقة المعركة اللي ما عندهم بطاقة المعركة هيحصلوا على اكس بي عادي طيب خلينا نبدأ في التحديات طيب في التحدي الاول يقول لك نبه كاميرا للمراقبة عدد واحد اول ما تحط على التحدي بيليك ثلاث مواقع اما تنزل موقع من المواقع اللي هم محددينها حاول لك تنزل اخر شيء اخر شيء دائما في كاميرات مراقبة اللي هي هذي بس خلي الكاميرا تشوفك هيسوى معاك التحدي لاحظوا معايا جو ان حسب معاك التحدي على طول طيب في التحدي التاني يقول لك تحدث الى نولان شانز اول ما تحط على التحدي بيليك الموقع فين؟ الموقع هنا تيجي عنده هذا هو وتتحدث معه متابعة 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 كده سوينا التحدي طيب في التحدي التالت يقول لك دمر كاميرات ومدافع عدد خمسة اول ما تحط على التحدي بيليك ثلاث مواقع في التلات المواقع هذه في موجود الكاميرات المراقبة والمدافع طيب اول ما تدخل المبنى حاول انك تنزل الى الاخير تحصل المدافع اللي هي هادي شايفين المدافع هذه هي شوف هذه المدافع وكاميرات المراقبة خلنا نوريكم اياها الان اللي موجودة في الممرات شايفينها هادي مطلوب منك خمسة تقدر تسويها في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي الرابع يقول لك انحني بالقرب من التابع الحارس لمدة خمس ثواني دون ان ينتبه هذا التحدي تسوي الواحد وبدون ما انتبه كيف نظام التحدي هذا انحني بالقرب من التابع يعني شايفين هذا التابع اللي موجودة في في الاماكن الرئيسية تمام كل اللي عليك انك يقول لك انحني دون ان ينتبه يعني تقعد جالس بدون ما يشوفك لمدة خمس ثواني حيسوه معاك التحدي فيهمتو كيف طيب في التحدي الخامس يقول لك فتش خزائن وصناديق مجسمة عدد ثلاثة عندك الصناديق المجسمة في هادي اللي بالمفاتيح شو انحسب معاك طيب في عندنا الخزنات اللي هي الخزنات الكبيرة اللي موجودة في المواقع هادي فيها خزنات تسوى فيها التحدي كمان في عندنا طريقة تالتة انك ممكن تسوى التحدي فيها انك انت تسويه عن طريقة الخزنات اللي وسطها الدهب في خزنات اللي وسطها الدهب ممكن تسوى معاك التحدي فيها ألا نوريكم إياها طيب الخزنات الدهب اللي هي هادي شايفنا هذا الموقع لحظوا معايا هذا الموقع دائما في خزنتين موجودة في أي جيم تنزله تلاقي الخزنتين في هذا المكان هادي شوف طيب في التحدي السادس يقولك فتش حقائب السرقة اول ما تحط على التحدي يبقين لك ثلاث مواقع حقائب السرقة اللي هي هادي شايفنا تحصلوا منها مرة كثير مطلوب منك ثلاثة تقدر تسويها في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي السابع يقولك تحدث الى انطونيا اول ما تحط على التحدي يبقين لك الموقع فين الموقع هنا هذا الموقع ترى فيه شخصيتين انتبهوا لهذا الموضوع تمام هذه هي تيجي عندها متابعة 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 وتحت فيه شخصية ثانية لاحظوا معايا هذه هي طيب في التحدي الثامن يقولك يقضي على الخصوم بأسلحة مكتومة الصوت عدد ثلاثة مكتومة الصوت في عندنا كذا سلاح في عندنا المسدس الكاتم في عندنا الاسنايبر الكاتم وفي عندنا البندقية الهجومية هذه دح نوريكم كيف شوف ان حسب التحدي فهذا البندقية الهجومية هذه تعتبر من الاسلحة الكاتمة لاحظوا بندقية الخرابة المكتومة وعندنا هذه وعندنا الاسنايبر وتقدر تسوي التحدي هذا على العداء وتقدر تسوي التحدي هذا كمان على البوتات او الحراس الموجودين في الثلاثة المناطق هذه كمان يتسوي عليهم التحدي وتقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي التاسع يقول لك ألحك الضرر بوكيل او بكادو تورن عند معاقل تورن عدد مية دمج اول ما تحط على التحدي يبين لك ثلاث مواقع الوكيل من هو هذا هو كل موقع فيه رئيس تمام اللي هم الوكلاء لكادو تورن فانت تقدر تدمجه مية دمج حينحسب معاك التحدي لاحظوا معايا كده خلصنا التحدي طيب في التحدي العاشر يقول لك يعبر رواكم محروسا بأجهزة اندار الليزر عدد واحد اول ما تحط على التحدي يبين لك الثلاث مواقع الثلاث مواقع عند الخزنات تلاقي الليزر هذا يقول لك عدي منه حينحسب معاك التحدي بس اهم شي انك تعدي بدون ما يجيك اي ضرر لاحظوا معايا كيف يعني انا سويت الجري السريع وما زبط معايا فضروري انك تعدي منه بدون ما يجيك اي ضرر شو هنحسب معايا التحدي طيب في التحدي الهداعش اول الحادي عشر يقول لك فتش صناديق عند معاقل ثورن في مواجهة فردية عدد اربعة اول ما تحط على التحدي يبين لك الثلاث مواقع ايش يعني مواجهة فردية يعني تفتح اربع صناديق في جيم واحد صناديق اسلحة شو كده خلصنا التحدي طيب في التحدي الهداعش او الثاني عشر يقول لك استخدم ماسحا في الخزانة عدد واحد اول ما تحط على التحدي بيلك ثلاث مواقع الثلاث مواقع فيها ثلاثة خزنات هذا هو الماسح مو ضرور انك انت تفتح الخزانة لا حتى لو لقيت الخزانة مفتوحة مو مشكلة ادخل واخد الماسح ايش سو معاك التحدي طيب في التحدي الثلاثة عشر يقول لك تحدث الى نولان شانز وقم بتجنيده عدد اثنين يعني تيجي عنده الشخصية لاحظوا معايا اذا انت تكلمت معه انحسب واحد بعد كده تجنده فكده تسوي التحدي فهمتو كيف طيب في التحدي الرابع عشر او الارباطاش يقول لك يجمع طاقم سرقة بالتحدث مع المشتبه بهم المعتادين عدد ثلاثة اول ما تحط على التحدي يبين لك ثلاث مواقع طيب انا في الموقع هذا الاول تيجي عنده الشخصية هذه اللي هنا هذه شوف كده نحسب معانا واحد طيب الشخصية الثانية هتحصلوه في هذا المكان عادي طيب الشخصية الثالثة هتحصلوه في هذا المكان تلقى العادي كده خلصنا التحدي طيب احنا كده اكملنا هتحصل على كامل الاستعيلات الان ركزوا معايا تمام انا في البداية شرحت لكم 14 تحدي تمام في عندنا طريقة تاني انك انت تسوي 14 تحدي اللي هو هذا التحدي واحد من 14 اربح نقاط خبرة في تجارب من ابتكار المبدعين اذا انت سويت ال 14 مرحلة هذي كأنك سويت اللي انا شرحته او انت تسوي ال 2 يعني سوي اللي انا شرحتها وسوي هذي كمان 14 مرحلة كده انت سويت 28 مرحلة وتحصل على اكس بي مرة عالي لانه كل مرحلة تعطيك 25 الف اكس بي تمام طيب خلينا اشرح لكم التحدي التحدي يقول لك اربح نقاط خبرة في تجارب من ابتكار المبدعين اول مرحلة 20 الف ايش هي نقاط الخبرة اللي هي الاكس بي تدخل اطوار ابداعية وتحصل على اكس بي ممكن تسوي قليتشات ممكن تدخل اطوار ابداعية وتلعب تحصل على اكس بي كل مرحلة تخلص يجيك المرحلة الثانية اكبر منها تمام طيب في مقطع سابق انا سويته اللي هو كيف تلفل في الموسم الثالث احط لكم الرابط اصفل الفيديو في هذا المقطع ذكرت لكم في 6 افضل مابات ابداعية تعطيكم اكس بي تدخل المقطع وشوف الاطوار الابداعية هذه وحاول انكم تلعبوا فيها تعطيكم اكس بي مرة عالي تمام طيب في عندنا بعد كده يقول لك ستصل لقطات اكتر خلال اثنين من الاسابيق وثلاثة من الايام بعد كده هترجع لنا اللقاطات بتحديات ثانية لشخصية ثانية هتعطينا استايلات اضافية استايلات اضافية فهمتو كيف كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة